أكيد اللي راحوا بإذن الرحمن في مكان أفضل في الجنة ونعيمها بإذن الله واللي فقدناهم نعم خسارة كبيرة يعني هنعترف أن احنا خسرانين كل العدد الكبير الرقم ده مهول وعظيم لما نتكلم عن أكتر من 40 ألف لكن في النهاية عزقنا أنهما في جنات النعيم بإذن الله بعد 311 يوم من الحرب الهمجية على قطاع غزة الشعب الفلسطيني قدم الكثير بعد 311 يوم احنا بنحكي عن عدد كبير من الشهداء وأكثر منه من الجرحة وعدد من الأسرى والمصابين الذين يعانون ما يعانوا في حتى هذه اللحظات فالتحية لكل شخص في غزة لكل أهلنا في غزة ومن خرج من غزة مصابا ليعالج ولأهالي من فقدوا في غزة صراحة الحرب هي وقعها على كل الناس لم تكن سهلة كسابقاتها حرب شعواء للأسف لم يخلوا بيت إلا وكان فيه عزاء لم يخلوا بيت إلا ما كان فيه مصاب احنا الآن حتى في غربتنا يوميا صارعينا ورد يومي أو شبه يومي أنه احنا بشكل يومي نذهب مع الأصدقاء لنعزي أحد المعارف أو أحد الغزويين الموجودين هنا في اسطنبول وعلى غرار اسطنبول باقي دول المهجر فإحنا للأسف عايشين حالة الصراع نهيك عن صراعك أنت الشخصي أنك أنت الناجي عقدة الناجي التي تحكيك على مدار الساعة أنا الحمد لله شرفني الله بارتقاء عدد كبير من عائلتي بدءا من جدتي التي توفيت في الحرب في أول شهورها بسبب النقص الدواء والغذاء في شمال القطاع أنا عائلتي في شمال القطاع بوجه لمن تبقى منهم التحية والسلام مرورا بعمي شقيق والدي اللي أيضا بسبب الحصار المطبق اللي كان في شهور الحرب الأولى توفي استشد ارتقى مرورا بقصف بيت العائلة قصف بيت العائلة وكان في كل أفراد العائلة عدد والدي كان في مدرسة ملاسقة للبيت كانت العائلة أصلا هي عائلة مدنية تتنقل من مكان إلى مكان بسبب الحرب لكن لم يتركوا الشمال ولم يتركوا البيت الذي أواه من بداية الحرب